نحو أربعين قتيلا هي حصيلة القتل اليوم من جراء القصف المستمر على بلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق القصف يستمر بينما تأجل التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة شهر في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى على أن يعقبه فورا إدخال القوافل الإنسانية والفرق الطبية لإجلاء المرضى والمصابين بجروح حرجة مشروع القرار أعاقته موسكو التي طلبت تعديلات عليه وهو ما أدى لتأجيل التصويت الذي كان مقررا أمس حتى اليوم عقب خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على مشروع القرار الكويتي السويدي أرجع مجلس الأمن الدولي تصويته على المشروع لإنهاء أزمة الغوطة الشرقية يوما إضافيا فموسكو ما زالت تصر على إجراء تعديلات على مشروع القرار بصيغته الراهنة وتقرر على أثر تلك الخلافات أن يطرح مشروع القرار للتصويت مساء اليوم أعتقد أننا جميعا نتفق على أن هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار ويجب أن يكون ذلك في القريب العاجل لا تزال هناك بعض المناقشات حول كيفية فعل ذلك وهذا ما نعمل عليه أنا أشعر بالإحباط الشديد لعدم تمكننا من فعل ذلك وتركز المحادثات الراهنة على صيغة فقرة واحدة تطالب بوقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثين يوما لسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبية ولعل اقتراح أن يبدأ وقف إطلاق النار بعد اثنتين وسبعين ساعة من اعتماد القرار جاء تخفيفا لمطلب البدء دون إبطاء في التنفيذ في محاولة لكسب تأييد روسيا غير أن موسكو لا تريد تحديد موعد بدء وقف إطلاق النار وتريد كذلك ضمانات بشأنه كما تطالب باستثناء داعش والنصرى من أي وقف للعمليات العسكرية بالغوطة الشرقية موقف روسي أثار استياء أدول عدة على رأسها الولايات المتحدة التي اعتبرت أن ما تفعله روسيا وإيران عار على الإنسانية ما فعلته روسيا وإيران والحكومة السورية مؤخرا في سوريا عار على الإنسانية أنا أقول لكم هذا نحن في سوريا لسبب واحد هو القضاء على داعش والتخلص منه ثم نعود لبلادنا ورغم أن العالم يترقب تصويت مجلس الأمن الدولي اليوم على إقرار هدنة لمدة شهر بالغوطة الشرقية لا يعول مراقبون الكثير من الأمال على مشروع القرار هذا إذ لم يكن لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة أي تأثير يذكر في إنهاء المعارك على الأرض وواصلت رغم ذلك القوات الحكومية قصفها وحققت تقدما ميدانيا على الأرض كما أنها تواصل نهجها ذاته في الغوطة الشرقية لليوم السابع على التوالي في أكثر الحملات العسكرية عنفا منذ بدء الأزمة السورية التي اقتربت من إنهاء عامها السابع معنا من باريس سفير ليتلاف الوطني السوري في فرنسا منذر مخوس أستاذ منذر أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية حقيقة تأجيل وراء تأجيل في مجلس الأمن ما الذي يجري في أروقة مجلس الأمن من النقاشات الآن ولماذا يعني موسكو تضع العصي في دوالي بمشروع القرار بشأن الغوطة برأيك لأن التطورات الأخيرة التي حدثت بسوريا بشكل خاص بعد عملية التدمير الشاملة التي تتعرض لها الغوطة الشرقية وقبل ذلك أيضا تراكمات ما نتج عن استعمال السلاح الكيميائي نحن نعرف على أن هناك طريق طويل في هذا الملف وقد تكرر عدة مرات وهنا قناعة شبه مطلقة لدى المجتمع الدولي أنه تم استعمال السلاح الكيميائي على الرغم من وجود فلنقول محطات سابقة كانت تؤدي إلى تغيير في العملية خاصة في عام 2013 عندما تم استعماله إلى نطاق مواسع في الغوطة نفسها أيضا وبعد ذلك أيضا عدة مرات لا بل عشرات المرات آخر أهمها كان عندما تم قصف مطار أشعيرات كنتيجة لاستعمال هذا الغاز الغازات السامة والسيرون السارين على وجه الحدود في خان شيخون هناك تراكمات غير مسبوقة كما نعرف وقد تم تقديم مجموعة من قرارات أو مشاريع لمجلس الأمن إلى من أجل أدانة النظام السيري واتخاذ إجراءات رادعة بسبب تكرار استعماله الأسلاح الكيميائي والتي تم إجهده كما نعرف هناك حوالي أربع قرارات تتعلق بالأسلاح الكيميائي تم إجهدها جميعا باستعمال السلاح الكيميائي إذن هذه هي عن قيم مضافة أخرى بأفق تراكمي تضاف اليوم إلى هول ما يحدث في الغوطة الأمر الذي يجعل من مشروع القرار الحالي في مجلس الأمن سوف يكون محطة مهمة ومجلسة نظري بغض النظر عن هل سوف يتم إمرار القرار أم سوف يتم تعطيله ما سوف يأتي بعد التصويت الذي سيجري اليوم سيكون محطة مهمة جدا بل من أكثر المحطات حساسية في تاريخ المعارضة السورية نعم أستاذ منذر كما تعلم بأن موسكو تطالب بضمانات داخلية وخارجية من أجل إقرار هذه الهدنة لماذا لا تعطى لموسكو والنظام السوري وحلفاء هذه الضمانات حتى ننهي هذه المعاناة برأيك لن يغير شيء بالمناسبة الروسيا والنظام السوري والحلفاء الآخرين كل مرة يكرر نفس الموسيقى كما يقال لكن الإشكالية هنا لن يغير أنا برأيي أي شيء على الإطلاق لأن هناك محاولات أخرى المناطق التي تتعرض للقصف اليوم هي داخلها في مناطق خفض التصعيد وهناك ثلاث دول راعية وضامنة وهي الدول الأساسية الموجودة في سوريا من روسيا إلى إيران إلى تركيا إذن العملية كلها مضمونة بالأصل وفي اتفاقية أستانا ما زير يدون إضافة إلى ذلك ومع ذلك حتى لو قدم الضمانات أنا باعتقادي أن النظام السوري سوف يخترع دائما المناسبات والحجج الواهية سوف يأثر على شمعات من أجل استمرار عملية القصف لأننا دعنا نخذ في عين الاعتبار الذي يحدث اليوم هو يدعي على أن هناك مجموعات متشددة أو إرهابية يقوم بقصفها الذين يتعرضون للقصف هي كل من هو يحمل السلاح في الغوطة وليس فقط وإنما هناك استعمال للقصف على نطاق شامل بما في ذلك المناطق السكنية والتي ليس فيها مقاتلون على الإطلاق هذا الجانب والجانب الآخر يحاول النظام اليوم بالإضافة إلى هذه القضية افتعال سماعات أخرى عندما يقوم هو نفسه بعمليات قصف يرتبها طبعا بحكمة في من المناطق المجاورة والمحيطة بدمشق على أحياء دمشق نفسها وقد تكررت عدة مرات ليقول على أن هناك ضحايا مدنيين داخل المدينة داخل العاصمة ولكن هناك معارضة جدا تقوم باستمرار كثير من المرات تبنت الفصائل المعارضة استهداف عدد من المناطق داخل دمشق حتى المعارضة تبنت الكثير من الاستهدافات ولا يمكن أن نقول بأنه النظام السوري هو من يفتعل هذه الهجمات على دمشق ليقول بأنه أتعرض لهجمات من الغوطة الشرقية حدث ذلك إذا عدنا إلى التاريخ الأحداث التي حدثت والتي يقال أنه تم فيها قصف على أحياء في دمشق حدثت حالات نادرة جدا عندما قامت بعض الفصائل وقالت لقد قصفنا للدفاع عن النفس كانت عملية دفاع عن النفس اليوم خاصة في أيام الأخيرة عندما تم إعلان عن قصف إلى داخل مدينة دمشق من قبل النظام لم تكن بحدود علمي ولا منظمة قد تبنت عمليات قصف على الإطلاق إذن هذه حجة مردودة على أصحابها تماما ولا أحد يشوف بالمناسبة ما أقول عنه حوله حول أن هناك قراء حقيقية وموسقة من أن عمليات القصف التي حدثت على بعض أحياء دمشق قد قامت من ملاطق معروفة وتم رصدها بدقة والذي قام بذلك هي أطراف من أطراف النظام هي إما النظام أو من أطرافه التي حاولت أن تبحث على قراءة إضافية لتقول للمجتمع الدولي أن مدينة دمشق تتعرض للقصف من قبل المجموعات المتشددة في الغوضة الشرقية وأن ما نقوم به هو الرد على هذا الصف هذه كزبة كبيرة من يقارن اليوم بالهولوكوست الحقيقي الذي تتعرض له الغوضة سواء من اتباع سياسة الأرض محروقة بكل المقاييس من جهة وتعريض المنطقة كلها إلى حالة من المجاعة الشاملة ونقص المطلق للأدوية أنا أقول بثقة وأنا معني بالملف الإنساني لم تدخل إلى الغوضة خلال سلاسة أجهر أي مساعدات على الإطلاق اسمعوا ما تقولها الأمم المتحدة الأمين العام الممتحدة مسؤول الشؤون الإنسانية مسؤول اللاجئين هل هولا هم طرف في المسألة هم حيادين بامتياز ولكن لقد طفح الكيل بالنسبة لقيام النظام السوري بعملية التنوية هذا معروف هذا معروف عن عدم وصول المساعدات الإنسانية منذ مدة طويلة إلى الغوطة الشرقية ولكن باعتقادك هل حسم النظام وإيران والروس الذي استقدم طائرات من الجيل الخامس حسموا أمرهم سواء مرر هذا المشروع أم لم يمرر في مجلس الأمن بأن الخيار العسكري هو الذي سيمضون فيه نعم بالحقيقة لا أحد اليوم يستطيع أن يقول بدقة ماذا سوف يكون حصيلة تقديم مجلس الأمن على التصويت هذا اليوم ولكن من وجهة نظري هناك احتمالين هناك احتمال أن يمر فعلا لأن الناس تعرف وزمهم جدا وقد يكون أهم من كل الأمور الأخرى التي كنا نتكلم عنها لأن معظمها صارت معروفة حتى الشماعات التي استعملها النظام لم تعد خافية على أحد على الإطلاق إما أن اليوم الروس والنظام يعرفون وكما كنت أقول منذ قليل على أن هناك تراكمات كثيرة وأن هناك قيم مضافة من استعمال الأستحال الكيميائية إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة والحصار الشامل على الغوطة الأمر الذي سوف يؤدي إلى أن يقوم نتيجة ذلك عمل عسكري ضد النظام السوري الأمور أصبحت ناضجة وإن تم إجهاد هذا القرار فستكون باعتقاده هي النقطة التي تطفح الكيل ويتبعها عمل عسكري لذلك أعتقد قد يقوم الروس بالأخص بعين اعتبار هذه النقطة بالإضافة إلى الضغوط غير المسبوقة سواء من قبل الأمم المتحدة بما في ذلك الأمين العام واليوم الرسالة التي وجهتها إنجيلة ميركل والرئيس ماكرون إلى بوتين الذين يطلبون منه بالحاح ألا يسقط هذا القرار هذا مهم أيضا بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي كانت موجودة لذلك هذا العامل قد يساعد على أن تمرير القرار لكن هذا لا يعني حتى ولو مر القرار على أن الأهداف سوف تتحقق التي المعلنة في القرار لأنهم سوف يجدون دائما الحجة الجماعية والشماعات كما نعرف جميعا من أجل خرق هذا القرار والأصلا المنطقة هنا ترابي وقف العملية للتصعيد من خلال ثماني محطات في أستانا ولم يتم الاحترام هذه شكرا لك لذلك الوقت شكرا جزيلا لك أستاذ منذر مخوص سفير الاتلاف الوطني السوري في فرنسا حدثتنا من باريس موسيقى موسيقى موسيقى